خلينا تكلم شوية عن قصة الحب خلينا تكلم شوية عن بدايتها اتعرفتوا على بعض ازاي حبيتوا بعض قد ايه انت قررتوا ترتبطوا ببعض يعني خلينا كده نقرب شوية المشاهد من قصة حبكم بشكر حضرتك جدا على الاطراء ده واتمنى اكون استحقه تستحقي طبعا شكرك جدا عايز اقول لحضرتك ان المرأة المصرية مرأة عظيمة ايه والحقيقة مرأة بتحب البيت وبتدافع عنه صح بقوة وشرافة احيانا بالنسبة لها مهما كان تمكين الاجتماعي المهني اولوياتها دايما انا بتكلم عن الصورة الطبيعية ما بنتكلمش عن الاحاد والشواز النمذج السيئة الندرة الاساس في المرأة المصرية تحديدا انها بيتوتية جدا بتحب بيتها وزوجها وأولادها وعيلتها وبتبقى دايما هي ركيزة لو انا يمكن دربت مثل في الكتاب لقصة كثيرة تربينا عليها في نشقتنا من الدراما زي نمازج الوتد زي في لايال الحلمية المرأة المصرية في الريف وفي الصعيد وفي البيت العادي لها ركيزة أساسية من خلال الكتاب حاولت ان انا وانا بتكلم عن قصة الحب أبايد ان اللي شدني لإيهاب أساسا ارتبطه بأسرته وازاي كان عنده أم عظيمة رحمة الله عليها لحاجة عيشة وانها بنسبالي كانت أيقونة احنا كنا جيران وانا صديقة أخته وكنت بشوف زابط شاب مرتبط جدا بأسرته وبعيلته وازاي انه رغم ما كانته اللي بيبدأ خطاة الأولى في حياته المهنية الصعبة وفي مركز مرموك لكنه مرتبط جدا بأسرته بيودهم ويحنوا على أمه وعلى أخته فكان ده بداية انبهاري بالشخصية حنيته وإخلاصه تجاه أهله ده كان من الأسباب اللي لفتت انتباهك جدا وده الحاجة اللي بتأثر على فكرة في الفتاة وبتخليها يعني الانبهار بالوظيفة وبالمال مش هو الأساس مش زي ما بيوتهم الفتيات إن هي بس بتجبري ورا المظاهر ورا الطلبات على العكس هي لما بتشوف نموذج متمكن بيبقى قوته زي ما كتبت في الكتاب لصالح العيلة لحماية شريكة حياته مش قوته ضدها وده على مدار حياتكم ما قللش من اهتمامه بيك على العكس ما قللش من إخلاصه لحضرتك ولا حبه لحضرتك ولا تأديره لحضرتك على العكس احنا تشاركنا في الاهتمام بعيلتنا يعني احنا كنا فاعلين كنا حريصين جدا إن احنا نخلي دايما نخصص وقت وده كله كان بترتيب يعني كنا دايما بنتشارك ونتكلم على إن احنا لازم نبقى مهتمين إحنا يعني نكون أولاد برين بأهلنا اللي احنا يعني سمرهم سمر كفاحهم ورحلتهم فما ينفعش بأي حال من الأحوال إن احنا ده ارتبطنا الشديد يأثر عليهم على العكس لازم نكون إضافة لده فكنا حريصين إن احنا بقى مع بعض في المصايف مصايف عائلية تجمع العيلتين إن احنا نكون دايما في زيارات يوم الجمعة عند الحجة عيشة زي ما هي بتحب تجمع أولادها وينشأ الأولاد في إطار هذا الحنان وهذه الرعاية ويتعلموا التقاليد ويتعلموا الأصول ويتعلموا الترابط ورابطة الدم فيبقى لهم فنبقى فيه قيمة للكبير وللعام وللجدة ويبقى فيه إن احنا الولاد العامة ولاد العامة ولاد الخال والخالة اللي هم رابط مهمة جدا لأن في الحقيقة يا أستاذ الرانيا فيه زواهر بتستجد على مجتمعنا إن احنا نشوف انسياق ورق أصحاب أيا كانت باعهم وننسى الأهل أنا أحيانا كتير دلوقتي بشوف أفراح ومناسبات عدد الأصحاب فيها أضعاف أضعاف العيلة احنا بنقتصر وبنقلل العلاقات ده مش الطبيعي حلو جدا أنا واحدة من الناس اللي عندي صداقات بعتز وبفخر بيها وبعتبرهم إضافة وصراء لحياتي لكن ده ما ينفعش ياخد من علاقاتي الأسرية ومن العيلة فكنا حريصين طول الوقت وإحنا في رحلتنا إن احنا نعمل التوازن ده ودايما نبقى بنودين لأهلنا بكل اهتمام ورعاية على مدار الرحلة جميل إن احنا نكون متفاهمين وجميل إن احنا نكون متفقين على كل خطواتنا بس أكيد الحياة كان فيها صعوبات أكيد الحياة كان فيها مشاكل بس الطريقة اللي عددتوا بيها مشاكلكم أعتقد إن هي دي اللي كانت دايما بتقويكم أشكال الروابط بينكم تعالي نعلم الأجيال اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي النهاردة لما كنت حضرتك بتواجهي مشكلة معاه كنتوا بتحلوها إزاي كنتوا بتعدوها إزاي كنتوا بتتعلموا منها إزاي بشكر حارك جدا على السؤال ده الأساس إن مشاكلنا ما تخرجش برا قدتنا إن إحنا لا أولادنا ولا عائلتنا يبقوا طرف في أي خلاف ما بيننا إحنا نختلف على ميزانية البيت نختلف على توقيت لشغلي نختلف على أولوية لتطوير حاجة في حياتنا كل ده وارد لإن إحنا بنقادمين وبنمر بيها وبيبقى فيه اختلاف وجهة النظر كل واحد فينا جاي من بيت مختلف بالقيم مختلفة حتى لو في إطار عائل اجتماعي متقارب وده مهم جدا لكن في النهاية كل منا ليه شخصيته المستقلة برضو كنا بنتكلم كتير يبقى إن إحنا ما نخرجش تفاصيل حياتنا وأسرارنا ما ندخلش فيها حد ولو حبينا إن إحنا نستعين برأي حد بنستعين يعني لو هو إيهاب زعلان مني ياخد رأي والدي مش عائلته ليه؟ لأن والدي أولا مش هيجي على بنته عمره ما هيزعل منها يبقى إيهاب ما خرجش أسراري أنا لما كنت في أي حاجة لما والدة إيهاب لما تشوفني زعلان ملكم أو فيه إيه أبدا ده إحنا كويسين جدا تقول لي لأ إيهاب ما يقدرش يزعل مهد أنا عارفة ده أنت حياته فهو بالنسبة لها خلاص عرفت إن أنا مكانتي مقدرة عنده فبقت مع ذاتي عندها بكتسبها من هذه المكان الأولاد لازم عش يطلعوا في بيئة صحية ما يحسوش إن إحنا مختلفين حتى لو على طريق تربيتهم لازم يبقوا هما شايفيننا إن إحنا كيان بندور على مصلحتهم ففي النهاية كانوا لما دلوقتي لما أحكي لهم بتفاصيل أي حاجة في الحياة يقولوا بس إحنا كنا شايفينكم دايما أنتم وحدة وحدة يعني طلعين نازلين مع بعض في احتياجات بنتشارك في كل حاجة أحيانا هو يتشغل جدا فلازم أنا أكمل ده أحيانا لو أنا مشغولة هو يكمل ده فالتكامل ده بيعوض بقى أي خلافه بيزوج وبيخلي فيه رصيد لو أنا زعلانة منه من أي حاجة ما هو كان عملي وعملي وعملي لو حضرتك بردو ما هو كانت عملت وعملت وعملت لو أنا أسرت في البيت ومشغولة في الشغل في فترة دي وفيه طبعا نحرك عرفة الصحافة وبما أن حركة أستاذة وإعلامية كبيرة فعرفة أن إحنا قوقتنا أحيانا كتيرا جدا أحيانا تبقى مش ملكنا خالص فغاصب عنينا هيحصل تأثير في نقطة نراجع بعض ويوجهني وأنا ما بقاش معنيتش جميل